بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية حياكم الله مجددا في هذا الدرس واليوم بإذن الله سنختم صورة التكوير من الآية الخامسة والعشرين وحتى الآية التاسعة والعشرين وقد سبق أن طلبنا منكم حفظ هذه الصورة المباركة من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة والعشرين والآن بإذن الله عز وجل سنراجع هذه الآيات السابقة حتى نستذكر ونسترجع سويا هذه الآيات التي سبق وأنطلبنا منكم حفظها أيضا قبل أن نبدأ في ذلك دعونا نتذكر سويا آداب تلاوة القرآن الكريم فقد ذكرنا أن من آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون الإنسان دائما على طهارة أيضا من ذلك إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وإذا كان في بداية الصورة أن يسمي بالله سبحانه وتعالى فيقول بسم الله الرحمن الرحيم أيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم الترتيل وحسن القراءة أيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم التدبر وفهم الآيات ولا شك أن هذه الآداب هي من الهدي النبوي التي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم دعونا الآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى مراجعة الآيات السابقة من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة والعشرين سأقرأ هذه الآيات وكما عودتوني دائما بحسن الاستماع والإنصات وكذلك التكرار بالشكل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين أحسنتم وبارك الله فيكم إخواني وأخواتي بعد أن استذكرنا واسترجعنا الآيات السابقة من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة والعشرين دعونا الآن ننتقل إلى درسنا اليوم وهو الدرس الجديد والذي سيكون بإذن الله من الآية الخامسة والعشرين وحتى الآية التاسعة والعشرين بإذن الله سأقرأ أولا هذه الآيات أريد منكم حسن الاستماع والإنصات وكذلك التكرار بالشكل المطلوب ثم بعد ذلك سنستمع إلى القارئ ثم بعد ذلك سنذكر بعض الأحكام التجويدية المتعلقة بهذه الآيات ثم نختم بإذن الله عز وجل بمعاني كلمات هذه الآيات المباركة إذن نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أحسنتم إخواني وأخواتي وبارك الله فيكم بعد أن استمعنا إلى المقطع إلى الدرس الجديد والذي نريد منكم بإذن الله عز وجل أن تحفظوه بجانب الآيات الماضية سننتقل الآن إلى القارئ وأريد منكم أيضا الاستماع إلى القارئ بإنصات وكذلك التكرار معه بالشكل المطلوب حتى يسهل عليكم حفظ هذه الآيات المباركات إذن نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاء الله رب العالمين وما تشاء الله رب العالمين وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم إن هو بقول شيطان الرجيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أحسنتم إلا أن يشاء الله رب العالمين أحسنتم إخواني وأخواتي وبارك الله فيكم بعد أن اجتمعنا إلى القارئ حينما قرأ هذه الآيات المباركات دعونا الآن نعود إلى هذه الآيات ونحاول أن نستخرج بعض الأحكام التجويدية المتعلقة في هذه الآيات هنا في قوله سبحانه وتعالى وما هو بقول شيطان الرجيم هنا تنوين أتى بعده حرف الراء والراء من حروف أحسنتم نعم من حروف الإدغام بغير غنة من حروف الإدغام بغير غنة أيضا في قوله تعالى إن هو هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف الها والها من حروف أحسنتم من حروف الإظهار فتقرأ إن هو إلا ذكر للعالمين أيضا في قوله تعالى ذكر للعالمين تنوين أتى بعده حرف اللام واللام من حروف أحسنتم الإدغام بغير غنة أيضا في قوله تعالى لمن شاء منكم هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف الشين والشين من حروف أحسنتم من حروف الإخفاء من حروف الإخفاء في نفس الكلمة لمن شاء هنا نوع المد ماذا؟ أحسنتم نعم مد متصل لأن الألف والهمزة في كلمة واحدة إذن يكون مقدار المد ماذا؟ أحسنتم أربع حركات وجوبا أيضا في قوله تعالى منكم نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف والكاف من حروف أحسنتم الإخفاء كذلك في قوله تعالى منكم أن يستقيم ميم ساكنة أتى بعدها حرف الهمزة والهمزة من حروف أحسنتم الإظهار كذلك في قوله تعالى وما تشاءون هنا المد أو نوع المد ما هو؟ أحسنتم مد متصل لأن الألف والهمزة في كلمة واحدة فيكون المد هنا متصل ويمد بمقدار أربع حركات أما في قوله تعالى إلا أن يشاء هنا المد ماذا؟ أحسنتم المد منفصل لأن الألف في كلمة والهمزة في كلمة أخرى ومقدار المد ماذا؟ أحسنتم الجواز إما بمقدار حركتين أو أربع أو ست هذه بعض الأحكام التجويدية المتعلقة في هذه الآيات دعونا الآن ننتقل إلى معاني الكلمات المتعلقة بهذه الآيات المباركات ونختم بها بإذن الله عز وجل في قوله تعالى وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ أي أن هذا القرآن ليس بقول شيطان مطرود من رحمة الله عز وجل فأين تذهبون؟ هنا هذا السؤال استنكاري لهؤلاء الناس حينما يقول لهم الله سبحانه وتعالى فأين تذهبون بعقولكم في التكذيب بالقرآن مع وجود هذه الحجج القاطعة التي تدل على أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى ثم أكد الله عز وجل أن هذا القرآن إن هو إلا ذكر للعالمين أي أن هذا القرآن ما هو إلا موعظة من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي وما تشاءون الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين إذن إخواني أخواتي هذه معاني الكلمات المتعلقة بالآيات المباركات بذلك نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم وأتمنى منكم بإذن الله عز وجل حفظ هذه الصورة الكاملة من الآية الأولى وحتى الآية التاسعة والعشرين بإذن الله تعالى إخواني وأخواتي ألتقيكم في دروس قادمة إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته